معي من نيويورك الكاتب والمحلس السياسي مك شرقاوي سيدناك مساء الخير أهلا بك أستاذ ديهي وأهلا من جمهورك الكريم يعني تعليقك على ما تم من إعلان فوز جوزيف بايدن وفي نفس التوقيت اللي بيرفض فيه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب هذه النتيجة وبيصمم على أنه ما زال هو الذي كسب هذه الانتخابات وأنه سوف يصاعد فيه المحاكم الفيدرالية الأمريكية والله أعتقد أن الوقت لذال مبكرا للتهنئة وتهنئة الرؤساء للرئيس المنتخب وفقا لإعلان الميديا الأمريكاني جو بايدن لم يتم إعلان الرئيس الجديد لم يخرج حاكم الولاية ومجلسها التشريعي في كل ولاية في 50 ولاية الأمريكية ليعلنوا من هو الرئيس المنتخب لم يجتمع المجلس الانتخابي الالكترو كوليج الناخبين الكبار في يوم 15 ديسمبر أو منتصف ديسمبر حتى يدلوا بأصواتهم لم تتم انتخاب رئيس بعد من ينتخب الرئيس المرشحين والمنتخبين من الشعب الأمريكي في المجامع الانتخابي 538 واحد حيروحوا شخصا بأجسادهم وحيدلوا بأصواتهم في منتصف ديسمبر ثم يعرض الأمر في 6 ينار على المجلس النواب الأمريكي لتثبيت النتيجة ويعلن الرئيس إلى هذا التاريخ لا نستطيع أن نقول أن سيد جو بايدن نائب الرئيس السابق الولايات المتحدة الأمريكية هو الرئيس المنتخب حصل قبل كده في بوش الابن الجور وأعلن الانتخاب الشعبي الجور والشعب فرح والدنيا تمام وبعد 37 يوم المحكمة العالية قالت بوش الابن هو الرئيس بفارق 350 صوت فالموضوع له سابقة في التاريخ نسترجع ذاكرة 2000 بالتأكيد أنا كنت سعيد للمبارح تلقى جو بايدن وقال هذا ليس خطاب انتصار إنما نحن نحقق فوز هنا وحفوز هنا ونتقدم ولكن أنا بنجتمع بالخبراء أنا وكاملة هيرس نائبته وبنتكلم في مكافحة كورونا والاقتصاد وكل المشاكل العالقة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى قال العنصرية الممنهجة في كلمته طبعا دي كنت كلمة غريبة على مسؤول سياسي كبير في الولايات المتحدة الأمريكية أن يقول أن أمريكا بها عنصرية ممنهجة هذا غير حقيقي اعتقد أن كنت سعيد أنه لم يتخذ يعني الموقف ويعلن نفسه رئيس مفاجأ اليوم بالضوء الأخضر يعطى إلى الميديا الأمريكاني اللي هي بتستعدي طبعا ترامب 90% منهم بيستعدوا ترامب وأصبح إعلان رئيس طبعا أنا ممكن دولاتي في المحطة بتاعتك يا أستاذ نشأة أقول أنا رئيس دولات المتحدة الأمريكية هل أنا رئيس رئيس؟ هناك إجراءات رسمية لإعلان الرئيس لم يتم الاتخاذ وكمان في حاجة المحكمة اللي أقول لي اليوم الأربع قالت قالت تجنب الأصوات التي أتت بالبريد 4 و 5 و 6 نوفمبر على جنب معناها إيه؟ معناها أنه ممكن المحكمة تنظر في أحقية هذه الأصوات أن تكون أصوات قانونية يعني تؤتي ثمارها ناجعة أم يتم طرحها طب لو تم طرحها هيحصل إيه؟ ارجع بالتاريخ كده على خط الزمن في شاشات CNN و شاشات فوكس نيوز هتلاقي ترامب اللي كان كسبان فهناك صراع قانوني موضوع يعني لم لم يتم الحسم حتى الآن ولا يجب استباق الأحداث بمثل هذه الأمور التي تصر على أنه انتهت المعركة مش بس كده أنت بتصير غضب 70 مليون واحد نزلوا من الجمهوريين أصروا على ترامب إذا لم يكن هناك إجراءات قانونية ناجعة لمن هو الرئيس أعتقد سوف يندلع عنف لا يعلم الله مدى طيب سيد باك ابقى معي ابقى معي على أيضا من واشنطن الكاتبة المتخصة في الشؤون الأمريكية هادي العويس هادي المساء الخير مساء النور يعني تعليخك على هذا الإعلان بفوز جوزيف بايدن بالرئاسة وتلقي تهاني من كندا من اليونان من إيطاليا من ألمانيا في نفس التوقيت الذي أعلن فيه دونالد ترامب أنه هو المنتصر وأن المعارك لم تنتهي بعد نعم طبعا ما يجري اليوم هو ما يجري في كل دورة انتخابية أول من يعلن الفائز في الانتخابات الأمريكية هو الإعلان الأمريكي وهذا ما حدث أعلنت سي أن أن فوز جو بايدن بعد أن تلقت أصوات من ولايات بنسلفينيا وقالت لها الولاية أن العدد المتبقي من الأصوات أصلا لا يظهر أن الرئيس ترامب سدت أمامه كل الطرق للفوز في الانتخابات أيضا ولايات نيفادا أعلنت فوز جو بايدن وبالتالي لم يعد هناك أي طريق ليصل الرئيس ترامب إلى الرئاسة عبر سلديق الاقتراع وهي الطريقة الوحيدة التي توصل رئيس أمريكي إلى سدة الحكم بعد ذلك شبكة فوكس نيوز الجمهورية الشبكة المحافظة الأقرب إلى الحزب الجمهوري أعلنت كذلك فوز جو بايدن حتى أنها كانت قبل أيام قد توقعت فوز جو بايدن وأنه أقرب إلى الفوز بعد أن كانت قد رأت أنه سيفوز أيضا بأريزونا لدى جو بايدن اليوم عدد أكبر من الولايات من قدرة الرئيس ترامب حتى على أن يرفع قضايا كان أصلا نسمع من الحزب الجمهوري أن الرئيس ترامب سيرجع خطوة إلى الوراء والحزب الجمهوري سيضغط عليه ليتوقف عن هذه القضايا إذا ما فاز جو بايدن بعدد كبير من الولايات وخسر الرئيس ترامب بأكبر عدد من الولايات وهذا ما نراه يحصل الآن ولذلك نرى التهنئة تنهل على الرئيس المنتخب السادس والأربعون للولايات المتحدة جو بايدن من كل دول العالم بالإضافة إلى بعض الشخصيات الجمهورية الآن أرى من الأخبار العاجلة عائلة بوش جيب بوش الجمهوري الحاكم الجمهوري باركا لي جو بايدن لاري هوغن حاكم ولاية مارالد وهو أيضا رجل سياسي جمهوري عتيق باركا لي جو بايدن الرئيس ترامب وقضاياه يعيشون تقريبا في عالم منفصل نعلي شخصيات الرئيس ترامب كان يأخذ الهزيمة على محمل شخصي جدا ولذلك يحاول أن يخرج ويقول أنها انتخابات ونتيجة غير قانونية مثل ما كان يقول على انتخابات الرئيس أوباما هو يعتبر هو أيضا رئيس غير شرعي لأن ترامب يتهمه بأنه رجل مسلم وولد خالج الولايات المتحدة طيب هذه اللي ابقى معي أعود إلى سيد ماك شرقاوي ويعني معي للتو خبر بأنه رئيس الوزراء البريطاني بيهن أيضا جو بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية وهو كان أحد الحلفاء القريبين حتى يعني قال بأنه امتداد للظاهرة الترامبية داخل أوروبا تعليقك على أيضا هذه المسألة وأيضا فوكس نيوز هذه المحطة التي كانت تساند ترامب منذ البداية الآن بتعلن نفس الكلام كيف ترى يعني هذا المشهد أراب من إحصائية كده طلعت قالك 74% من اليهود قدوا أصواتهم لجو بايدن ده اللي يفسر كل اللي بيحصل ما هو مردخ ده ايه اللي هو صاحب فوكس نيوز أول يعني نطه من السفينة وأعلنوا أريزونا لجو بايدن يوم ثلاثة يوم ثلاثة وهي لسه يعني 86% 82% من الأصوات فرزت أعلنوا أريزونا لصالح ترامب فإذا صوت 74% من اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية لجو بايدن توقع الكثير ولكن أرجعك برضو السيناريو جورج بوش الإبن الجور بعد ما تم تهنئته من رئيس موزنبيق إيه اللي حصل في الآخر جورج بوش أصبح الرئيس لم تنتهي وبعدين برضو الأخت هديل في الولايات المتحدة الأمريكية لا يصل عبر سنديق الاقتراع أنت مش فاهم الموضوع صح يصل عبر أصوات المجمع الانتخابي الإلكترو كوليج كل الأصوات هيلري كلينتون كسبت بتلاتة مليون تقريبا صوت زيادة عن ترامب في انتخابات 2016 ما راحتش ليه على سنديق الاقتراع إلى حكم أمريكا من يحدد شخصية الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الإلكترو كوليج المجمع الانتخابي البجمع الانتخابي بيقول الناخبين الكبار اللي هم الإلكترو كوليج الأصوات يعني وفقا اللي انت شفت في التليفزيون كان بايدن راح على ترامب هو منتخب منتخب هو بيسموه فاسلس فوتر فاسلس فوتر يعني ليس له انتماء وينتخب من الولاية اللي هو موجود فيها صدقني لسه لم يحسن بعد رسميا إذا كنت انت بتتكلم على الإعلام طب يا سيدي أنا رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية لو سمحت هخالي أحمد محارم صديق الإعلامي يبعث لي تهنئة بالرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية لم يحسن بعد رسميا إعلان الرئيس يعلن الرئيس من حكام الولايات والمجال استشعائي للولايات وبعد كده بيتم إجراءات اللي أنا قلت لك عليها غير كده ارجع ل37 يوم قبل كده قعدناهم برضو بنتخانئ ونشد في هدوم بعض وفي الآخر مين اللي كسر بوش الجمهوري ومين اللي خسر الجور الديمقراطي ما يحدث الآن هو استباق إلى أمور لم تعلن رسميا ده لسه حاكم جورجيا وحاكم بانسلفينيا امبارح طلعوا قالوا هيعيدوا الفرز يعني أنا باستغرب صدرة التعليمات وطلقت ضوء الأخضر للميديا بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمبوبة اختبار للعنف هتشوفه النتيجة طيب ربنا يخايب ظني أنا لا أريد بالتأكيد هذا ربنا يخايب ظني ولكن أنا متوقع يعني أشياء غير غير جميلة إطلاقا يعني يعني نسأل السلامة للشعب الأمريكي وليه الديمقراطية الأمريكية بشكل عام سيد مكشر خالي أنا بشكرك جدا كنت معنا من واشنطن وأيضا بشكر الكاتبة هديليويس من واشنطن ترجمة نانسي قنع